وإلى اليمن الآن حيث اندلعت اشتباكات صباح الاثنين بين الجيش اليمني والحوثيين في محيط قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أن دوية إطلاق النار واشتباكات بالأسلحة الثقيلة سمع في محيط القصر الرئاسي بالميدان السبعين جنوب العاصمة صنعاء إضافة إلى إفادتهم بمشاهدة دبابات وآليات عسكرية تنتشر في المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي وتحدثت الأنباء من صنعاء عن حركة نزوح للأهالي من المناطق المحيطة بميدان السبعين وعن إغلاق قوات الحرس الرئاسي المنطقة المحيطة بقصر الرئيس في مؤشر على توتر العلاقة وربما وصولها إلى نقطة لا عودة بين الرئيس هادي والحوثيين